تفتح عملية اعتقال وزير التجارة الأسبق عبدالفلاح السوداني في مطار بيروت مرة أخرى الجدل القائمة في العراق على خلفية تكرار ظاهرة هروب المسؤولين الكبار منذ عام 2003 السوداني الذي ينتمي لحزب الدعوة الحاكم مؤدين بصفقات فساد عام 2009 شغل البلاد حينها لتمكنه من الهروب عام 2012 بعد فشل محاولة هروبه الأولى عام 2009 وهو ما يؤكد بحسب تصريحات برلمانية وجود شبكات مرتبطة بمسؤولين كبارة في الدولة يعملون على تهريب كل من يثال حوله الشكوك عامنا هذا شهد هروب تسعة مسؤولين كان أخرهم المدير العام للتشهيزات الزراعية عصام جعفر علاوي والذي جرى اعتقاله عند منفذ الشلامجة مع إيران بعد قيام ميليشيا مسلحة بتهريبه من مركز الشرطة بغداد وقبل ذلك كان هروب محافظ البصرة ماجد النصراوي إلى إيران بعد استدعائه من قبل محكمة النزاهة بتهم الفساد المالي وسوء استغلال المنصب هؤلاء المسؤولون الهاربون يضافون إلى أكثر من 120 مسؤولا بين وزير ومدير عام وضابط تقول هيئة النزاهة إنهم متورطون بقضايا فساد وتهريب أموال تجاوزت 130 مليار دولار منذ عام 2003 تفاقم ظاهرة هروب الفاسدين من العراق يردها مراقبون إلى أن غالبية الهاربين كانت لديهم جنسيات أخرى غير العراقية الأمر الذي صعب المطالبة بهم وهو ما حدث بالفعل مع وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني الذي رفضت بريطانيا تسليمه في وقت سابق لكن الأساس في المشكلة كما يرى هؤلاء تبعية القضاء وأجهزته للأحزاب المشاركة بالعملية السياسية والحكومة هذه الأخيرة التي كانت تصريحاتها بمحاسبة الفاسدين مجرد شعارات سهلت هروب الفاسدين إلى إيران ودول أخرى والأغرب في القضية عدم وجود تنسيق مع طهران القبض على الهاربين كون الكثير منهم يحملون جنسية إيرانية أو ينتمون لأحزاب موالية لها ترجمة نانسي قنقر